أهلا بكم من جديد أفاد مراسل التلفزيون العربي بمقتل وإصابة عدد من القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مع جماعة الحوثي جنوبية محافظة مأرب من جهة أخرى أكدت مصادر عسكرية للعرب أن القوات الحكومية استعادت مواقع عسكرية لها كانت جماعة الحوثي قد سيطرت عليها بشكل مفاجئ كلا للساعات الماضية في منطقة العكة الجنوبية المحافظة ودفع الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية لتأمين مواقعها التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها وفي ردود الفعل أدانت الحكومة اليمنية هجوم الحوثيين في مأرب وصفة إياه بالاعتداء المستفز والآن أرحب بمراسلين من مأرب عمر المقرمي ومن صنعاء مراسلنا نبيل يوسفي أهلا بكم أبدأ معك عمر في مأرب الحكومة وصفت هجوم الحوثي الذي يأتي بعد فترة من الهدوء بأنه مستفز واعتداء مستفز هل من إجراءات حكومية بعد هذه الهجمات؟ نعم قبل توضيح رد الفعل الحكومي سأبدأ من المعلومات الميدانية المواجهات في مأرب تعود إلى الواجهة من جديد بعد توقفها بشكل نسبي دام أكثر منذ شهر هجمات عنيفة للحوثيين جنوب مأرب انتهت بسيطرة مؤقتة على عدد من المواقع الأسكرية للقوات الحكومية تمكنت القوات الحكومية أيضا من استعادتها بعد ساعات فجر اليوم الخسائر الطرفين كانت مكلفة من جراء المواجهات وخاصة الجانب القوات الحكومية أكثر من 15 من القوات الحكومية والقبائل المساندة لها سقطوا بين قتيل وجريح من جراء المواجهات إلا أن وزارة الدفاع اليمنية قالت بأن ستة طائرات مسيرة للحوثيين دمرها الجيش اليمني في سماء مأرب خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى تدمير عربات عسكرية للحوثيين ومعدات حفر ثقيلة كانت استخدمها الحوثيين لحفر الخنادق ولشق الطرقات الوعرة بحسب بيان لوزارة الدفاع اليمني بطبيعة الحال هنا في اليمن فرج لا يبدو قريبا مع زيادة الوضع الإنساني سوء وبالعودة لتوضيعها للجواب عن سؤالك هنا التقيت بمسؤولين حكوميين لتحديد الموقف وقالوا بأنه وفق كلامهم يصعب التكهن بشأن حسب المعركة في مأرب فما هو ثابت الآن قد يتغير بعد ساعة إلا أن وزارة الدفاع اليمنية قالت بأنها قد وجهت أوامرها للميدان وأصبحت قوات الجيش اليمني في جاهزية مطلقة لمواجهة الحوثيين وقالت أيضا بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة لأن الحوثيين حسب البيان وزارة الدفاع أن الحوثيين لم يلتزموا بشروط السلام وهناك مساعي دولية نقضها الحوثيون الحوثيون وباتوا يهددون مأرب يوما بعد آخر بشن هجمات مكثفة في الجبهات والقصف أيضا يطال أحيانا في الأحياء المدنية هنا وسط مدينة مأرب فالمواجهات العسكرية أطلت برأسها من جديد بعد أن توقفت بشكل نسبي والمواجهات الميدانية توحي بأن المواجهات القادمة ستكون أعنف من ذي قبل لأن جهود السلام ومساعي السلام لم يؤتي أكله حتى هذه اللحظة نبيل اليوسفي في صنعاء التصعيد هناك إمكانية لمزيد من التصعيد والحوثيون يسعون لتعزيز موقفهم ما المواقع التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها في مأرب تحديدا بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين فهم حتى هذه اللحظة لم يعلنوا عن المعارك التي وقعت في محافظة مأرب والتي أعلنت عنها القوات الحكومية اليمنية فقط مصادر محلية تأكدت بأن هناك اشتباكات وقعت في جبهة أمريش وفي جبل البلق في محافظة مأرب والذي يبعد عن العاصمة صنعاء شمال أو شرق العاصمة اليمنية صنعاء بمسافة تصل إلى 170 كيلو متر حتى اللحظة لم تعلن جماعة أنصار الله عن هذه الاشتباكات ولم تتحدث عنها ولم يتم الحديث خصوصا وأن اليمن تعيش منذ شهرين بلا هدنة أممية التي فشلت في الثاني من أكتوبر من الشهر قبل الماضي وقها قد مر شهرين ولم تكن هناك ثمة هدنة لكن هذه الاشتباكات ربما ليست هي الأولى من نوعها فقد حصلت من قبل اشتباكات متقطعة لكن كان الحديث هو للطائرات المسيرة التي استهدفت جماعة أنصار الله العوثيين من أي قنى والضبى في محافظتي حضر موت وشبوى جنوب شرقي اليمن إذن ليس هناك ثمة حديث عن هذه الاشتباكات لكن بحسب المصادر المحلية تقول بأن هناك اشتباكات متقطعة في هذه المحافظة محافظة مأرب شمال شرقي اليمن أشكرك جزيلا مرسلنا نبيل يوسفي من صنعاء والشكر موصول أيضا لعمر المقرمي في مأرب ترجمة نانسي قنقر